اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل النثقة العالمية التي اكتسبتها مملكة البحرين في قطاع سباقات الخيل وتنظيمها تؤكد النجاحات التي تستمر المملكة بلغها بتميز ابنائها وعزمتهم المتواصلة انطلاقا من حبهم لسباقات الخيل هذا الارث التراثي والتاريخي للوطن وطموحهم العالي للوصول للنجاحات الجديدة في هذا المجال مضيفا ان جهود مملكة البحرين في مجال سباقات الخيل تحظى باهتمام من الاوساط العالمية ما يؤكد اهمية مواصلة النهج الهادف الى ترسيخ مكانة المملكة على الخريطة الرياضية الدولية الذي ارساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه او متابعة دقوبة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حماد الخليفة وليل عاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى حضور سموه امس سباق كأس البحرين السنوي للخيل ضمن فعالية مهرجان كأس يوليو المقام على مضمار نيوم ماركت بالمملكة المتحدة الصديقة حيث اشار سموه الى ان حرص مملكة البحرين على المشاركة في السباق السنوي الذي يقام على اعرق المضامير الدولية يأتي امتدادا للعلاقات الوثيقة وشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما يجمعهما من اهتمامات مشتركة في مختلف المجالات وبالاخص في مجال رياضة سباقات الخيل مؤكدا سموه ان استمرار تنظيم سباق كأس البحرين في مهرجان نيوماركت يعكس تميز المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين في اوساط سباقات الخيل العالمية منوها بالجهود القائمة على استثمار هذه الفعاليات الكبرى لابراز المزيد بما تتسم به مملكة البحرين من مقاومات جاذبة لتكون احدى الوجهات الفضلة في العديد من القطاعات مشيدا بدور مجلس التنمية الاقتصادية وما يولي تنفيذهم من مبادرات طموحة في هذا الصدد واعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على تنظيم المهرجان الذي يشهد مشاركة عديدة في كل من نخبة الملاك والمضمرين والفرسان والجياد العاليين متمنيا للجميع دمواب التوفيق والنجاح هذا وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس البحرين التي أقيمت خلال السباق ومشاركة مجموعة من الجياد التابعة لاستبلاتي وملاك من مختلف أنحاء العالم حيث قدم سموه كأس البحرين لجياد الفئة الثالثة إلى ممثل استبلات جولدفن حمدان بن سلطان أسبوسي بعد فوز الجواد أيشنت وزدوم بالمركز الأول في الشوط الأول بإشراف المضمر شارلي إلب إبليبي وقيادة الفارس وليام بيوك كما قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس أميرة ويلز برعاية مملكة البحرين إلى ممثل مالك الجواد الفائز جيفيلاتو بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الرابع بإشراف المضمر ماركو بوتي والفارس أوشين ميرفي كما قدم سموه الجوائز إلى المضمرين والفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط كؤوس البحرين كما قدمت سعادة السيدة نورة بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كأس مملكة البحرين لجياد الفئة الثانية إلى ممثل ملاك الجواد الفائز ويسل جاكت بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الثاني بإشراف المضمر آيدين أوبراين وبقيادة الفارس رايان مور متمنيا للجميع مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تقوم برعاية العديد من سباقات الخيل في المضامير الأوروبية والتي تتضمن سباق كأس البحرين في مهرجان يوليو وسباق أميرة ويلز وسباق كأس البحرين السنوي في مضمار نيو ماركت البريطاني وسلسلة سباقات البحرين وإيرلندا على مضمار اليو باري الأرلندي ترجمة نانسي قنقر